ده عندنا صديقي زميلي أخويا يوسف عبدين موجود هناك في شرم الشيخ منور شرم يا جو وعايزين نعرف منك وأنت في داخل قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ هاتي ما عندك مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام نورك طبعا يا يوسف بضم صوتي لصوتك في مسألة متابعة القمة قمة كوب 27 من هنا من شرم الشيخ من مدينة السلام أمر متعب للمتابع من خلال وسائل الإعلام وأيضا ربما هو أمر متعب لمن يقومون بعملية المتابعة والتغطية ولكن كما ذكرت أيضا يوسف المخلصون قليلون ونحن نخلص لهذه المهنة ومن ثم نريد أن تخرج هذه القمة إعلاميا بالمستوى الذي يليق بها تنظيميا في الحقيقة يوسف أشارت لبعض النقاط مهمة جدا وفي صلب الحقيقة يعني كل لقاءتنا مع ضيوف هذه القمة من وزراء الخارجية أو المتحدثين أو حتى رؤساء بعض الدول الكل في بداية حديثه كنا بنسأل أسئلة مباشرة في صميم المؤتمر لكن كان بيبدأ كل ضيف بالإشادة بهذا التنظيم الجيد في الحقيقة هو ده اللي احنا لمسناه من خلال وجودنا في القمة في شرم الشيخ من ساعة ما وصلنا هنا فيه دقة فيه أريحية في التعامل مع المنظمين من كافة الجوانب الوضع هنا في الحقيقة مشرف جدا مصر بتعمل عظمة كبيرة جدا هنا يوسف من خلال تنظيمها لهذه القمة ولو دخلنا مباشرة لبداية الفعاليات الرسمية الشق الرئاسي اللي هيستمر على مدار يومين النهاردة وبكرة إن شاء الله وكانت بدايته باستقبال السيد الرئيس للزعماء والرؤساء وأصحاب السمو والمعالي ضيوف مصر وضيوف هذه القمة تلاها طبعا كلمة السيد الرئيسة التي جاءت في شكل رسائل واضحة وصريحة ومحددة للغاية ويكفي إن هي حملت اسم قمة التنفيذ ويمكن ده أنت أشارت لي دلوقتي يوسف هو عنوان فعلا عنوان ربما واضح ومختصر وإحنا في مهنة الإعلام دايما المختصر هو المفيد كلمة أو جملة قمة التنفيذ هي الرسالة في حد ذاتها بجانب كل الرسائل اللي وردت فيه كلمة السيد الرئيس وتحديدا أيضا ما أشارت لي يا يوسف هو ختام هذه الكلمة بالرسالة وربما أيضا في لقاءتنا مع ضيوفنا كانوا بيشيروا إلى أن هما متضامنين تماما مع مصر وقيادتها في الدعوة إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية لأنها كما أشارت يوسف بتؤثر على الدول النامية أكثر ولكن هناك مصالح سياسية ليس هنا سياق الحديث عنها ربما سأطرح لك الحديث عن هذا الأمر ولكن قمة التنفيذ هي كانت رسالة مباشرة وحتى الحضور كانوا بيركزوا على مسألة أنه هو العالم كفاه ما كفاه من وعود لم تنفذ حتى الآن وخاصة أن السنة الأخيرة ربما شاهدت تحديات كبيرة وجسيمة وعظيمة جدا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي أكثر من كل الجوانب الأخرى اليوم مليء بالأحداث الجلسة الأولى كانت الجلسة الرسمية فيها كلمات لأسيد الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدورة القادمة كوب 28 تلاتها جلسات كتير تضمنت لكلمات لرؤساء الوفود والدول المشاركين وعرض البيانات الوطنية للدول المشاركة لو حابب تسأل فأي حاجة وصف أنا معك احنا من الصبح واحنا موجودين تابعنا كل الفعاليات داخل مركز المؤتمرات وكنا بنتابع على قد ما بنقدر الفعاليات الموجودة خارج مركز المؤتمرات لا دا أنا هسأله نص بقى ما أنا فرصتي معايا أخوي على التلفزيون وفي نفس الوقت أنا موجود هنا في الستوديو يوسف أنا عايز أعرف منك بما أنك أنت اللي حاضر احنا بنبقى عاديين بنتابع عبر شاشات التلفزيون كلمات الرؤساء والقادة والزعماء ورؤساء الوفود وما إلى ذلك بس ما بنبقاش شايفين القاعة إلا فيه مانادر لما بتتحرك الكاميرات من وقت للتاني لما الرئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي بدأ يتكلم وبدأ يتحدث على مسألة الحرب الروسية الأوكرانية كيف كانت ردود الفعل داخل القاعة من الحاضرين هم من أصحاب الفخامة والمعالي والسمو والجلالة الناس دي كانت رد فعلها عمل إزاي على مدار الكلمة كان فيه إنصاط تام لسيد الرئيس في كلمته لأنها كانت زي ما قلت لك يوسف كانت واضحة وصريحة ومختصرة فيه شكل رسائل ولكن عندما أشار السيد الرئيس أنه هيخرج عن سياق الكلمة الرسمية الكل انتبه وكانه كان في انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتكلم فيه لكن بمجرد الحديث عن دعوة مصر لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإن مصر مستعدة للقيام بأي دور في سبيل إيقاف هذه الحرب كانت العلامات التفاعلية على وجوه المشاركين كان فيها دهشة ويعني زي ما تقول كده يعني إعجاب بهذا الموقف الجريء أنه ربما لم يتحدث رئيس بهذه الجرأة عن مسألة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الدول النامية والشرق الأوسط أفريقيا على وجه الخصوص كان في حالة من الإعجاب تبدو على وجوه المشاركين معظمهم وإن لم يكن كلهم كان يظهر عليهم حالة من الإعجاب لجرأة ووطنية وإخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعواته لإيقاف هذه الحرب طيب عظيم جداً كويس كمان أنك قلت لي يا يوسف على مسألة أن كل الضيوف اللي أنتوا قابلتوهم واللي أجريتوا معهم حوارات ولقاءات الكل يشيد بمستوى التنظيم شديد التميز في شرم الشيخ بس كمان هسأل سؤال تعرف صدقنا المشترك خالد الليسي قال لي جملة كنت بكلمه في تليفون فبيقول لي شرم الشيخ بقت حاجة تانية قال لي أنت كل إحنا كنت أنا وخالد هناك في مؤتمر الشباب في يناير قال لي لا ده شرم الشيخ لو رحت دلوقتي هتوه مش هتعرفها حاجة تانية إلى أي مدى تغيرت هل خالد بجد بيكلم جد ولا بيغزني لا هو إحنا لحد النهاردة بنتوه يعني أعيز أقولك إحنا سحب بنتوه جول أماكن نفسها يعني شرم الشيخ أنا ما جيتش طبعاً في المنتهد الشباب لكن كنت هناك السنة اللي فاتت تغيرت تماماً حتى مبارح كنت يعني مع أحد السائقين يعني وإحنا مروحين بعد الشغل فسألته قلت له أنت من شرم قال لي آه قلت له طيب البلد تغيرت هو قال لي مصطلح بصراحة يوسف يعني ربما يكون شعبي لكن هو كان في الصميم قال لي هي تشالت وتحطت تاني البلد تغيرت تماماً جميلة بص هي يعني شرم الشيخ دلوقتي في منطقة تانية منقدرش نشبهها بأي دولة بأي مدينة راقية على مستوى العالم هي في منطقة الوحدة التنظيم والشوارع ده غير الجو طبعاً اليومين دول الجو رائع في شرم الشيخ يعني الشمس الجو مشمس مع نسمة هوا جميلة الطرق حاجة يعني تدعو للفخر أن احنا عندنا مدينة على أرض مصر بهذه الروعة وهذا الجمال وزي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته النهاردة أن هي أول مدينة مصرية تغطو نحو المستقبل الأخضر شرم الشيخ أنا متأكد تماماً أن كل الوفود عندنا أربعين ألف زائر يعني إن كان الرقم ده دقيق وإن لم يكونوا أكتر من كده بكتير أعتقد أن هما هيبقوا صفراء للسياحة في مدينة شرم الشيخ وده جانب مهم جداً من جوانب استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 هي قمة مهمة من كل النواحي يعني بالنسبة لمصر وبالنسبة لأفريقيا تحديداً وبالنسبة للشعوب العربية والدول النمية مهمة جداً من كل النواحي لكن إحنا لو بنتكلم على المستوى المحلي ومسألة الترويج السياحي فلا الوضع مختلف كل الناس هتتكلم عن شرم الشيخ بما يغني عن العديد من المبادرات الخاصة بتنشيط السياحة في مصر طيب هنا يجي سؤال برضو يا يوسف بعد إذنك يعني هل التغيير في الشكل أو في المضمون يعني جملة بتاعت فخامة الرئيس إن شرم الشيخ أصبحت أول مدينة في مصر تتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتصبح أول مدينة خضراء طبعاً إحنا من ناحيتنا وثقين إنها وليست آخر مدينة بل إنه سرعة الإنجاز اللي إحنا شفناها في الدولة خلال سبع سنين ونص أو قول ثمان سنين تقول لنا إنه قريب هنلاقي عشرات المدن المصرية بتلحق بقطار المدن الخضراء لكن إلى أي مدى بقت مدينة خضراء شكلها بقى أعمل إزاي إيه اللي بيحصل وسائل المواصلات شكل توليد الطاقة هل يطارك كلمته مع الناس اللي موجودة من سائحين أو حتى من الوفود المشاركين على صعيد حديث عادية بعيداً عن الكاميرات والعدسات هي عبارة عن كتلة خضراء دولت حتى بالليل الإضاءات بتديك انطباع أن أنت لسه يعني في منطقة خضراء بالفعل مسألة الشكل والمضمون هو إحنا أنت عارف يا يوسف إحنا شعب تدي له نظام يعني بيمشي ويتسير معك حلو أنت دلوقتي مش مضطر أنك تكسر أي نظام موجود يعني البلد نظيفة جداً كل شيء متاح قدامك أنك تكون جزء من المنظومة النظيفة دي الشوارع الناس ملتزمة بسرعتها العربيات ملتزمة بسرعتها كل شيء منظم هنا يخليك يجبرك فعلاً أن أنت تكون إنسان يعني تتحول فعلاً إلى إنسان صديق للبيئة زي ما بيقول إنسان أخضر في حديث لي مع أحد بالضبط اقتصاد أخضر أو إنسان أخضر لا لو أنت تقصد إنسان أخضر لا إنسان أخضر بالمعنى آه بالمعنى ممكن آه بالمعنى ممكن الرجل الأخضر لكن كان أحد ضيوف كانت يعني من ألمانيا فبسألها بقولها أنت أول مرة تيجي شرم الشيخ قالت لي أنا جيت مصر قبل كده بس بكنت بروح اللقصر قلت لها ودلوقتي قالت لي أنا بعد كده لازم شرم الشيخ تبقى وجهة سياحية أساسية بالنسبة لي الصورة هنا مختلفة تماماً حتى يعني دي دعوة لكل المصريين يجي شوفوا بلدهم لما بتعمل شغل صح بيكون عامل إزاي حتى الناس هنا داخل الفنادي وداخل المنتجعات وداخل الأماكن السياحية اللي هي موجودة في المدينة المصريين بيتعاملوا بكل رقي وفيه أجواء إيجابية حلوة أوي يا يوسف هناك موجودة يعني أنا مبارح كنت أقول مصر بتعمل عظمة كبيرة جداً يعني قريباً والله أنا أعتقد كده وده بجد مش هزار يعني أنا أعتقد أنه في يوم من الأيام هنعزم الناس تيجي لا هم مش هنعزم هم هيجوا يتفسحوا في الشخلوبة سيدي سالم كفر الشيخ بقى في يوم من الأيام والله بجد هتبقى موجودة كوجهة سياحية وسياحة بقية حلوة ومكان جميل وطبيعة رائعة يعني فقريباً قريباً يا يوسف مش عاوز تطول عليه دعوة لك مزالة قائمة يا يوسف دعوة لك مزالة قائمة لا ده نجي يعني لا لا خالص بالعكس يوسف عزمي على الشخلوبة هاجي إن شاء الله هاكل كميات سمك مهولة حوت داخلي هاكل أشكرك يا يوسف ألف 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 شكراً لك تحياتي ليك وهنتقبل تاني بكرة يعني بإذن الله على الهواء أشكرك صديقي وزميلي العزيز إن شاء الله بإذن الله